السلام عليكم يا فنانين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم العين دي فري هند بدون دمج وركز على بدون دمج دي لانها مهمة جدا قبل ما نبدأ ازا تكرمت اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك علشان تدعم القناة انها هتوصل للمليون فقراب وقتين ان شاء الله ولو حابب تطبع على الدرس وعايز الصورة الاصلية هتلاقيها على قناة التليجرام وكمان طبق ونزل تجربتك على الجروب الفيسبوك او ابعتلي على حساب انستجرام هتلاقي كل الروابط دي في الدسكريبشن بوكس ويلا بنا نبدأ قبل ما تبدأ ترسم لو هترسم فري هند حط الموبايل زي ما انا حطه بالظبط يعني لما تخليش الموبايل ميل على الورقة بل لازم تخليه عمودي ومستقيم بالشكل ده وموازي للرسمة علشان عينك تقدر تلقط المسافات انا لما بابدأ بالعين دايما بحب بابدأ بالجفن العلوي لان هو ده اللي يساعدني احكم او اجيب شكل العين وبعد ما اجيبي الجفن بابدأ ارسم حجم الدايرة زي ما حضراتكم ملاحظين وارد جدا وانا بارسم الدايرة يكون حجمها مش مظبوط شوية وارد جدا يكون صغير او كبير ما تقلقش عادي جدا وانت بتظلق ممكن تزبط الحاجات البسيطة دي فخليك ماشي معي بالخطوات طب هل لازم ابدأ بالجفن العلوي لا مش لازم يعني لو انت بتحب تبدأ بالدايرة مفيش اي مشكلة لو حابب تبدأ بالجفن السفلي مفيش اي مشكلة كل واحد ليه طريقته ولكن هي دي الطريقة الخاصة بي طبعا القلم المستخدم في خطوة الاوتلاين هو بيكون قلم خفيف علشان لو لا قدر الله غلط في الرسمة وحابب عدل اقدر عدل بكل سهولة من غير ما يسيب لي اثر في الرسمة دلوقتي انا برسم الجفن السفلي واخدوا بالكم ان الجفن السفلي بكل لونه اخف من الجفن العلوي بكتير علشان فيه ناس بتعمل الجفن اللون بعض هتلاقوا دايما في اي عين الجفن العلوي غامق لان فيه رموش تقيلة وبيكون فيه ظل والجفن السفلي عشان بيكون فيه اضاقة بيكون فاتح شوية نبدأ نعمل الكسرات اللي بيكون تحت العين كلها برعا خطوط خفيفة خالص باستخدام نفس القلم بحدد بيها المسافات والمساحات اللي هبدأ احط فيها التصديل ما تقلقش خالص لو انت حاس ان فيه حاجة غلط ان شاء الله وانت بتظلل ممكن انت اكتشف الغلط وتزبطه دلقوا عينك ما اكتشفتهش في خطوة الاوتلين هبدأ اعمل سمك للجفن العلوي لانك فيه سمك كده دلوقتي بعمل الكسرة اللي بتكون فوق العين طبعا كلكم شايفينها طبعا الكسرة دي بتكون موجودة طالما العين مفتوحة يعني طالما العين مفتوحة بالشكل ده الكسرة دي هتكون موجودة مجرد ما الانسان بيغمد عينيه هتلاقوا اللي الكسرة دي اختفت دلوقتي هنبدأ نستخدم قلم تقيل زي سيفن بي او سيكس بي او ايد بي اي قلم رصاص تقيل عندك انا مستخدم قلم ماركة فيبركاستل اللي هي الالماني لان الفيبركاستل فيه منه اكتر من صنع او اكتر من دولة هبدأ اشتغل بالقناة الدمعية دي القناة الدمعية اللي بينزل منها الدموع كلنا عارفينها طبعا لونها واضح جدا في الصورة انها سودة فهبدأ على قد ما اقدر اضغط على القلم شوية مع تكرار الطباط كل ما هكرر الطباط كل ما يلاقي اللون بيغمق معايا اكتر ناس كتير قوي بتشتكي من نقطة انهم مش قادرين يغمقوا طيب احنا ليه مش قادرين نغمق اولا في ناس عندها فوبيا من التغميق بيجوا يغمقوا يقولك انا بخاف الرأس مبوز تأكد مية في المية انها مش هبوز ولكن دي مجرد خوف بس من انك تاخد الخطوة دي فممجرد ما تحاول تجمع هتلاقي الدمعية زبط معك اكتر بكتير جدا دلوقتي هستخدم قلم HBF ان انا اعمل تزليلات خفيفة داخل بياض العين طبعا بياض العين ناس كتير برضو بتسيبوا ابيض فهنا بتكون مشكلة انك تسيب بياض العين ابيض دي بتؤدي الى ان العين ما تبقاش وقعية ابدا فبالتالي لازم تخلي بياض العين واخد اللون خفيف كده حسب اللون اللي في الصورة برضو يعني ما تغمقش زيادة عن اللازم الالم المستخدم انا كل الالم بستخدمه بصوره لكم في الكاميرا وتبدأ تدرج من الغامق للفاتح لو تلاحظوا ان العين او بياض العين في المنطقة دي افتح منطقة فيها المنطقة اللي في النص فتلاقوني بدرج من جميع الاتجاهات وبسيب الحتة اللي في النص يدوب فتحة شوية عنهم عايزكم تبقى اخياء الملاحظة وتركزوا في كل حاجة بعملها رجاءة تانية حط السيفن بي لي علشان ادرج اكتر الاطراف الغنقة زي ما انتم لاحظين ده السيفن بي اللي احنا بدأنا به الرسمة وافضل اكرر نقطة التدريج دي لحد ما احس اللي انا راضي عنه احس اللي انا جبت الشبه المطلوب هنعمل برضو نفس اللي عملناه في بياض العين ناحية المين هنكرر ناحية الشمال ولكن خد بالك الناحية الشمال افتح شوية هو ده اللي انا باتكلم فيه ان احنا لازم نلاحظ قبل ما نعمل حاجة هنا بدأ تحدد المنطقة بتاعت الاضاءة وهبدأ اكمل تدريجات تاني طبعا زي ما انتم لاحظين احنا ما سايحناش خالص والافضل انك ما تسايحش او ما تدمجش يعني خلي التزليل بتاعك بدون دمج يعني اعتمد اكتر على انك تزلل بالقلم بدون استخدامة دمج عشان تطور مهاراتك في التزليل وهنبدأ ندرج داخل العين هعمل الاول طبقة بالقلم زي ما حضراتكم شايفين اهو دلوقت هارجع تاني للقلم اغمق لو هتلاحظوا في الصورة الاصلية اللي هاسبها لكم على نقلات تلجرام لازم تاخدوها علشان تشوفوا تفاصيل اكتر ممكن ما يكونش باينة في الفيديو هتلاحظوا ان المنطقة اللي في النص العين دي بتكون اسود منطقة هيوي المنطقة العلوية المنطقة اللي في نص العين بيكون فيه سوادة العين اللي هي النقطة الصودة اللي جوها الدايرة الكبيرة كلنا عارفينها طبعا يعني اما الجزء اللي فوق بيكون غامق لان الظل بتاع الجفن العلوي او الرموش اللي فوق بيكون نازل في الدايرة دي فعامل منطقة غامقة اكتر من باقي درجات العين وهبدأ ادرج بالقلم بالسكس بي او السيفن بي لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا محتاجينه طبعا زي ما انتم شايفين هتلاقوا فيه يعني مسان بيضة بتبقى باقيه في الرصاص طب انا بعملي دلوقتي بابدأ اعيد اكتر كل ما عيد اكتر كل ما هلاقي ان الشكل بيظهر لي اكتر كد انتم اخدين بالكم ما نسيبش المنطقة السوداء غير لما نحس ان احنا وصلنا لدرجات السوداء اللي احنا محتاجينه انا سيب الحتة اللي تحت دي فتحة شوية في الدايرة لانها لو لاحظته في الموبايل هتلاقى فتحة شوية ممكن ما تكونش بيانة في الموبايل زي ما قلتلكم ولكنها هتبان في الصورة الاصلية اللي لازم تحملوها دلوقتي هنبدأ نستخدم قلم 2B او 3B حاجة في الرنج ده ما تكونش غامق اوي وهبدأ احط تضليل بين الجفنين وعمل تدريجات فوق هدرج من الجفن من غامق لفاتح يعني من تحت الفوق زي ما حضراتكم شايفين اهو هندرج من الجفن للفاتح ندرج من الجفن للفاتح هنا هبدأ استخدم قلب مخاف شوية زي الـHB عشان نعمل عملية تنعيم شوية اللي ما تعرفوش انك لو استخدمت درجة فاتحة على الدرجات الغامقه ده هيساعد ان الدنيا تبقى أنعم شوية يعني التضليل يكون أنعم شوية بدون ما تستخدم الدمج طبعا اللي هو قلم الدمج او الودانة او الحاجات دي هبدأ احط درجة في لسعة الاضاء عشان هي مش بيضة طبعا هنضيف تدريجات اكتر عملت التضليل بس لسه هعمل الرموش او نعكاس الرموش اللي فيها بعد كده دلوقتي ننزل نتدرك تحت بالقلم بالـ 2B او 3B اللي موجودة عندك يعني احنا مش عايزين نعجزك طب هوا احنا ممكن نستخدم قلم واحد في رسم دي كلها او ممكن لا لا جرب استخدم 2B او HB وتحكم في ايدك انك تتقل وتخفف باستخدام ايدك انت مش باستخدام اداة دمج تدريجات من الغام إلى الفتح تلاحظوا اللي احنا كلما بنخلص جزء جديد كلما تلاحظوا ان واقعيات العين بتظهر يعني كلما بنشطه بجزء الدايرة الجفن العلوي الجفن السفلي الكسرات اللي احنا بنعملها هتلاحظوا ان الشكل بيكون واقعي اكتر ودي دي متعة الرسم دي متعة انك تشوف كل خطواتك خطوة بعد خطوة بتظهر اكتر هي دي المتعة هو ده الغرض من الرسم يا جماعة ان احنا بنتعب في الاول عشان بعد كده بنلاقي نتيجة اللي احنا تعبنا في ده هابدأ اغمق اكتر استخدام ألم تو بي وألم سكس بي وألم اتش بي في الأخر في المنطقة الفتحة دي ده ألم اتش بي اهو عشان طبعا لازم نطلع بالتصليل ده على خفيف خالص احنا متفقين ان التصليل لازم يكون متدرج من غامق الى فاتح وهنا نعمل شوية التفاصيل بقى بالقلم التقيل شوية وبعيد تاني في بيضة لعين لو حاستين في حاجة بهتت خلي بلكم برضو السؤال ده بيجي لكتير انا برسم بالرصاص وبحس ان هو بهت اه وهو فعلا نفس بيبهت ايه دك تمشي عليه وكمان ممكن ما يكونش بيبهت ممكن لما انت تكمل مناطق غامقة حواليه تحس ان المنطقة الفتحة دي اللي انت كنت عاملها يعني ما كانتش بالدرجة المطلوبة فلما بترسم الغامق الغامق بيظهرها اكتر فبترجع هتغمقها فاهمين وبعد كده برجع ادرج فوق في المسافة اللي ما بين العين والحاجب يعني المنطقة اللي فوق يعني ونحة اللي ميد وبدلا نطلع فوق بالقلم التوبي وهنكرر نفس الخطوات مدرق 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 لان نخلي بالكم المنطقة دي جامعة زي ما حضرتكم شايفين كده فما نزهقش ونستمر خطوة بعد الثانية بعد الثالثة وهكذا مش شرط تبدأ بالقلم الغامع على طول خلي بالكم انا ممكن ابدأ بالقلم الفاتح اولا علشان اسد بعض المسام بحيس المسام البيضاء ما تظهرش وتبقى كثيرة زي ما انتم شايفين بابدأ بقلم فاتح مثلا او ايان كان وبعد كده ابدأ اغمق فوقه بقلم 2B اه الاسف او 7B ايان كان الالم الموجود عندك ولاحظوا ده انا الغاية دلوقتي مستخدمتش اقلام البلاك يعني انا كل اللي باستخدمه دلوقتي اقلام رصاص فقط ليه بقى انا قصد اعمل كده علشان الناس اللي مش قادرة تجيب بالقلم البلاك تقدر تشتغل برصاص عادي واديكم شايفين انا انطلع به درجة غامقة عشان ماحدش يكون لي عذر يا جماعة ولكن في نهاية الفيديو برضه هعمل لكم بالقلم البلاك عشان أوريكم الفرق بين ده وبين ده تمام دلوقت ان ودرج من غامق لفاتح اهم حاجة في المنطقة دي انك تسيب منطقة اللي فوق على الشمال كلنا شايفينها اللي فوق العين تحت الحاجب على الشمال كده فدي بتكون فاتحة شوية ولكن لازم التدريج يكون هنا مثالي مثالي ليه يعني يكون غامق لفاتح علشان يبينها لمنطقة دي تحس انها كل كيعك تحس انها بارزة دلوقتي هعمل حاجب واللي بيكون عبارة عن نتاشات بسيطة باستخدام قلم التو بي اهو اسف الفوكس ما كانش بتزبط انا لسا اختبالي دلوقتي ان فعلا الفوكس ما كانش بتزبط فسامحوني بس هيبينة شوية انا بامسك القلم وبعمل نتاشات حسب الشعر اللي عندي في الحاجب طبعا مش شعرية شعرية بس انت بتاخد كتلة الحاجب يعني بيبقاش الحاجب رفاية انت تتخنه ولا يبقى الشعرية خينة انت ترفحها ولا كده يعني فاهمني بعمل شكل الحاجب نفسه وبعد كده هبدأ تقل عليه لغاية ما ياخد الشكل بتاعه او اللون بتاعه وهبدأ ادمج الحاجب مع البشرة في المنطقة دي وتقل تدريجيا حد ما اوصل للدرجة اللي انا محتاجة هتلقون دلوقتي ادمج الحاجب مع البشرة اكتر وهبدأ استخدم القلم السكس بي بي او السيمين بي لان انا اتقل اكتر اجيب الدرجة الجامعة دلوقتي بالقلم الاتش بي عشان سنه الفيع هبدأ انا بالي طبعا الالم باكتر من طريقة بحيش استخدمهم كلهم في المناطق الواسعة باستخدم القلم اللي سنه طويل في المناطق الصغيرة والتفاصيل باستخدم القلم اللي هو المبري بالبراية عادي طبعا بعد ازر تاني عن الفوكس ولكن هي بينها لكم يعني اكيد بينها ونبدأ نغمق ونعمل الشعر اللي خارج من الحاجب وندمج اكتر الحاجب مع البشرة وانا استمر في وضع الطبقات لحد ما نكون راضيين عن اللي احنا عمليينه ده دلوقتي بنعمل الرموش يا جماعة وهعملها باستخدام القلم البلاك بقى كان ممكن تعمل رصاص عادي بس انا قررت اعملها بالبلاك البلاك ده او القلم الالوان الخشبي بيدينا اللون السود اللي انتو شايفينه الرموش بتكون عبارة عن اي يا جماعة؟ بص الرموش بتكون عبارة عن قوس ولكن مش منحني قوي وبتدأ من تحت من الجفن نفسه لفوق يعني محدش بدأها من فوق لتحت ليه من تحت الفوق؟ لان الرموش لازم يكون بدايته تخينه ونهاية الشعراء من فوق رفيعه خالص زي ما انت شايفين يعني لازم النتشة الاخيرة اللي انا بعملها فوق دي عشان تديني سنك رفيع جدا للشعراء من فوق ويكون تخينه مندمج من تحت مع الجفن نفسه واخدوا بالكم ان سن القلم في الخطوة دي لازم يكون مابري طبعا مش محتاجين اللي احنا نوضح النقطة دي بحاول ادمج الرموش مع الجفن من هنا اهو رموش مع الجفن عشان تبني انها وقع اياه ودلوقتي هبدأ اعيد على بعض الخطوط باللون السود اللي هو اللون الخشب السود عشان يديني تأثير غامق اكتر بعتزر مرة تالتة او ربع على الفوكس اللي بيبوص ده لان ما كنتشو اخبالي منه انا بصور للاسف هبدأ اعيد شوية باللون السود على داخل الدايرة وتلاحظوا الفرق اهو مش هيكون فرق كبير ولكنه لذيذ يعني اللي سود اللي بنعمله ده بالقلم البلاك او بالقلم الخشبي بيكون بيد وقعيه شوية تحسوا ان اللي سود ظاهر اكتر وهعيد برضو على الجفون والقناة دمعية تلاحظوا اللي عين نطقت شوية عن الاول يعني والحاجب كمان ممكن امشي على شوية وهكذا التظليل ممكن بس خفيف طبعا ما تتقلش ايدك قوي علشان ما يبقاش محروب طبعا احنا ملحظين ان التظليل محتاج لسه درجات اكتر ولكن المهم انك تكون فاهم وتقدر تعمل الكلام ده مع نفسك عادي جدا هنا بقى هبدأ اعمل برضو رموش اللي تحت الرموش اللي تحت ما تختلفش كتير على الرموش اللي فوق لكنها بتكون اخف شوية يعني الرموش نفسه بيكون اخف شوية ما بيبقاش تقيل لازم تاخد بالك من غامق اللي فاتح خد بالك من حجم الرموش من طولها يعني ما بتبقاش الرموش قصيرة مثلا وتعملها طويلة ولا طويلة وانت تعملها قصيرة لان ده بيغير من شكل او ملامح العين دلوقتي بالقلم اللي هو سنورفايع بحاول اعمل الشعر اللي هو الخفيف خالص بقى لان الرموش طبعا ما بيكونش كلها تقيلة يعني بحاول اقضي شوية تفاصيل اضبط شوية تفاصيل الغامق بفتحه والفاتح بغمقه هكذا ودي الشكل النهائي للعين حابب تضيف تفاصيل اكتر تمام حابب تكتفك كده برضه تمام الامر متروك ليك انت ما تسيبش رسمتك وانت راضي عنها وموضوع الرئيطة ده بيكون نسبي من فنان للتاني يعني فيه فنان لازم يحنتف لحد ما يكون راضي على رسمته المهم في النهاية اتمنى يا رب تكون استفدته احنا رسمنا مع بعض النهاردة عين كاملة بدون اي دمج وفري هند بدون استخدام بقى مربعات ولا الكلام ده حاول تطبع على الدرس عشان تستفد صدقني لو انت تفرجت على الدرس كامل فانت من الناس اللي هتستفد فعلا اما لو انت فضلت تسرع وتعمل وتجري هنا وهنا وهنا صدقني كل سنة وانت طيب لان كل دي اعدت في الفيديو انا قلت فيها كلام مهم جدا الناس اللي تيجي تقول انت بتعمل كورسات ودينا كورسات مجانا عايز اقول لك ان الفيديوهات دي فيها معلومات كتيرة جدا فلو انت حابت تستفد هتستفد والله مش محتاج اللي انا هروح اعمل لك كورس مجاني والفيديوهات موجودة هنا بعمل انعكاس الشعر او الرموش اللي في العين ودي سهلة جدا يعني بالقلم البلاك برضو وبكده نكون انتهينا ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته